عيد القيامة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع طوائفها وبجميع فروعها في المملكة الأردنية وفي أيضا الشرق الأوسط كافة فنقيم هذا الحفل حتى أن نوصل رسالة للناس كلها عن المحبة والتآخي وما قام فيه الرب يسوع المسيح في يوم القيامة وأعطانا أن نحب بعضنا بعضا كما هو أحبنا حتى أنه بذل نفسه لأجلنا على الصليب الاحتفال بدأ بصلاة أقامها القص معتصم دبابنة تلاه ترنيمات مختلفة للمرن ماريم الربضي بمرافقة جوقة الأردن البيزنطية يا سيدك كان قاسيا موسيقى 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 الحفل الذي حضره نخبة من رجال الدين المسيحي وبعض النواب تضمن أيضا قصائد شعرية ألقاها عدد من أهالي المنطقة بالنسبة لأعيادنا طبعا معروف إحنا أن هذه أعياد سنوية لكن بإيماننا وحياتنا يجب أن تكون يومية وليست مناسبة ليوم واحد الألام طبعا كانت في القدس الجريح ونتأمل وكلنا أمل أن يوم أن تصبح القدس حرة وفلسطين موجودة أعساس نستطيع أن نعيد ليس فقط هنا نستطيع أن نحتفل أحد الشعانين والقيامة في القدس وشارك النائب السابق عماد معايعة بالاحتفال من خلال عظا تحدث فيها عن أهمية عيد القيامة أتكلم عن تلامذة المسيح الذين كانوا بالخط الأول إلا أنهم هربوا لأنه كانت مقاومة لليهود كثيرة عليهم ولكن بنفس الوقت سأتكلم عن رجال رجال الله اللي ظهروا في وقت الشدي لبرنامج دنيا يا دنيا إلين يوسف العجيب لم يحتمل هذا فجاء غير معنى السلام في الصبغة في أرضنا وقال فاتحا لنا بالحياة والغمار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر